البنك المركزي عمل مبادرة مهمة جداً ست رئيس اجتماعات كثيرة عايزين نستخدم الري الحديث أهلينا المزارعيننا بدل الري القديم والري الغمر وغيره واستهلاك الميا الكثيرة وتسيب الميا يوم كامل وغيره لا النهاردة عايزين نستخدم الري الحديث في الزراعات بتاعتنا مبدري ست رئيس بتكلم في هذا الأمر النهاردة البنك المركزي أطلق مبادرة مهمة جدا يعني بدعوا كل أهلنا يدخلوا في هذه المبادرة ليه يدخلوا في المبادرة المبادرة قيمتها خمسة وخمسين ونص مليار جنيه عايزين خلال ثلاث سنين جايين يكون مخلصين الأرض اللي عندنا كلها بتتري حديث بتستهدف تحويل أربعة مليون فدان إلى الرأي الحديث هذه المبادرة مبادرة طبعا في دراسات اتعاملت ايه الأفضل بالنسبة للمزارعين بالنسبة لعملية الرأي طيب الناس اللي ما عندهاش فلوس ما يقدرش يشتري يعني الحاجات التجهيزات الخاصة به تحويل من الرأي بالغمر إلى الرأي الحديث الرأي القديم بتاعنا اللي ما تعودين عليه طول حياتنا ما عندهاش فلوس طبيعي ما عندهاش كم ألف عشان يقدر يشتري التجهيزات الحديثة البنك المركزي قرر النهاردة اطلاق هذه المبادرة ضمن المبادرة الرئاسية الجديدة يصدرها البنك المركزي لتمويل التحول لإستخدام الرأي الحديث في الأراضي الزراعية وهتكون من خلال البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري يبقى المبادرة من بنكين بنك الأهلي ثم البنك الزراعي والبنك الزراعي ده موجود في كل قرى مصر يعني البنك الاهلي منتشر لكن البنك الزراعي كمان ما فيش قرية ما فيهاش بنك زراعي كلنا بنتعامل مع البنك الزراعي هو اللي فيه كل حاجة وبالتالي موجودة عندكم فيه البلاد موجودة عندنا في القرى بتاعتنا البنك الزراعي موجود لو ما عندكش البنك الاهلي عندك البنك الزراعي هو الأكثر انتشارا في القرى المصرية البنك المركزي النهاردة اتكلم على هذه المبادرة وقال انه هذه المبادرة تحل محل المبادرة السابقة اللي تم اصدارها لنفس الغرض ضمن مبادرات البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة واللي كانت بسعر عائد خمسة في المية طيب الجديد ايه ايه هو الجديد في هذه المبادرة خمسة وخمسين مليار رقم ضخم جدا طيب حضرتك هتاخد قرض هتدفع عليه فايدة البنك المركزي بقولك لا مش هتدفع فايدة طيب المبادرة تسدد على كام حضرتك القصة الاولانة تسدده امتى بعد ما على طول ولا فيه شوية بعد سنة تسدد اول قصة بعد سنة طيب هذه المبادرة معانا لحد قد ايه حضرتك يعني معاك كام سنة تلاتة اربعة خمسة كام عشر سنوات معاك هذه المبادرة لمدة عشر سنوات تسدد الفلوس اللي خدتها من بنك الاهلي او بنك الزراعي بدون ان تتحمل اي فوائد يعني يتم سداد اول قصة بعد عام من انهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظام الراي يعني مش اول ما تاخد القرض لا انت بتاخد القرض بتشتري معدات وتجهزات بتاعت حضرتك اللي هتستخدمها في الراي اول ما تجهز التجهزات وتبدأ تستخدمها عشان تروي ارضك من هنا هيبدأ العدد يعدلك سنة من بداية مش من اول ما اخدت القرض لا اول ما اخدت القرض خلاص هتاخد عشان تشتري ما احنا معناش فيش فلوس طب هي موجودة الفلوس اروح للبنك دوني قرض انا عايز اعمل التحول لقرية الحديث فناخد القرض نروح نشتري انت مش هتعرف تجهز وزارة الزراعة تكون مجهزة الفنيين والناس المهندسين والخبراء اللي موجودين عندها عشان يشغلوا لك هذي المنظومة اول ما هذي المنظومة تشتغل هنا البنك هيبدأ يقولك اعتبارة من النهاردة وانت بدأت تروي ارضك ابدأ حسبك بعد سنة من النهاردة هتبدأ القصة الاولية دي بيديك فترة تسماح سنة كاملة او اسدد بعدها اول قصة ثم بعد ذلك قدامي عشر سنوات مهم وانا بقول لكم اسرع واهم من مبادرة مبادرات المهمة اللي وصل للفلاحين وصل كل مزارع في مصر هذي المبادرة لعندك فوائد عندك اقصاط على عشر سنوات عندك قصة الاولانة بعد سنة بعد ما تبدأ تستخدم الرأي الحديث واحنا عايزين خلال تغيير اربعة مليون فدان من ساحات الاراضي الزراعية بتكلفة كبيرة جدا من مبادرة البنك المركزي وزي ما قال البنك المركزي في النهاردة انه البنك المركزي سيقوم بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية يبقى هنا مين اللي هيتحمل البنك المركزي هو اللي هيعوض البنك الاهلي والبنك الزراعي مع وزارة المالية وفيه جهتين بيتحملوا التعويض ليه البنوك لان هنا فيه طبعا فيش فوائد والبنوك دي معمولة ليه ما دي فلوس ناس طب هو البنك بيخسر بنك ما بيخسرش طب مين اللي بيتحمل وبيشيل الشيء البنك المركزي يشيل جزء ومع وزارة المالية كمان تشيل الجزء يبقى البنك المركزي مع الحكومة او وزارة المالية هم اللي يتحملوا الفارق اللي هي الفوائد فوائد الأموال اللي خدوها المزارعين لأنه هو هياخد مش هيدفع فايدة نهائي طب الفايدة دي من يتحملها البنك المركزي ووزارة المالية هم يتحملوا ده فأتمنى طبعا دي هتبقى يعني تحول كبير جدا وده جزء من اللي يساعد ويساهل على المواطنين ويشجعهم كمان على أنهم يتحولوا بسرعة يحولوا الرأي الحديث واستخدام الرأي الحديث سريعا ودي كمان لأنه بنتكلم عن الرأي الحديث ده بأنه كذا سنة ناس أيضا مش مستوعبة الموضوع الموضوع مهم جدا أسهل وأوفر وبيوفر لك فلوس كتير جدا وهنا في البرنامج استضفنا ناس وعرضنا حالات وكنت مع السيد وزير الزراعة السيد القصير في محافظة الأليوبية وقابلنا ناس من الاستخدام الرأي الحديث لأرض بتاعتهم أنتاج تأديه وعملنا تقارير فوق ما حالكوا تتخيلوا من كفر الشيخ ومن المنوفية ومن بنسويف ومن الأليوبية من الشرقية ومن الإسماعيلية المحافظات اللي بدأت كل التجارب كل التجارب ناجحة كنا مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير موارد مائية والرأي أيضا مرتين في الأليوبية في الأناطر ويجيب مجموعات من أهلنا اللي استخدموا الرأي الحديث وأنا في مجموعة كانوا في أحد اللقاءات وأنتم أتكلم معهم في المؤتمر حوالي تمانية أو عشرة يمكن تجارب ناجحة جدا اللي بدأ بفدان النهاردة وصل لعشرة اللي كان عنده عشرة وصل النهاردة لتلاتين واربعين فدان وبقى كله بيوص على بعضه ما هو شايف أول ما فيش استخدام مية بسيطة جدا الكيماوي أقل السماد أقل الانتاج ما شاء الله لو كان بينت لو أمح مثلا 11 أردب بيديك 18 في بعض الأوقات ممكن يديك 23 شوف الفرق قديه طب العائد ده عيد علينا بيوفر لك عمالة الفدان اللي كان ممكن يجيب عشرة تمانية مش هقول 15 يشتغلوا النهاردة انت عايز واحد أو اتنين طب ما هده وفر الجيب أنا وأي حاجة بتعود علي أنا ده أوفر بالنسبة لنا وبالمناسبة الانتاج بتاعه مختلف تماما عن الراي بتاعنا الأديم الراي بتاعنا لو عنده خضار بيبوز معظمه بيبوز مش كده عشان المية المية والمية بتوصل مش عارف للسمار بتاعت لو انت زارع اي حاجة طب ده لا ده بالعكس ده مبقاش عندك فاقد كثير الراي القديم ممكن عندنا فاقد تقريبا 15% مش هقول 20% ممكن يبقى عندك 15% الراي الحديث هيبقى بنسبة قديه أنا مش خبير زراعة ولكن بخبرتنا يعني وأهلنا كلنا عندنا أرض وزرعنا آه وزرعنا واشتغلنا هو ده أحلى حاجة في الدنيا إنك تزرع بإيدك وتاكل من زرعك اللي انت زرعته أحسن حاجة في الدنيا وتبقى فخور بدا فأرجوكوا لو سمحتوا توجهوا إلى البنك الأهلي وتوجهوا إلى البنك الزراعي المصر اللي موجود عندنا في بلادنا وابدأوا ادخلوا في هذه المبادرة اللي هتحللكوا حاجات كثيرة جدا وأتساعدكم كلكم